يعني للدرجة دي للدرجة دي عشان تبوز جون للأهل تقوم تميل الخط هات يا شوارب الخط تاني عشان حضراتكو تلاحظوا بص المسافة الخط هنا شوفوا عند علي معلومة شايفين المسافة الخضرة من رجل علي معلومة الشمال لخط الطرفة الحد ما بقى بالرجلين بالضبط وشوفوا المساحة نفسها عند النهاية خالص شوفوا قد ايه يعني يا جماعة ارجوكو انت تحس الخط من عند نقطة الدايرة مقطوم اه يعني يعني بالدرجة دي شايفين حتى مع منطقة الجزاء لا متساوي ولا متوازي مع خط الطمنتاشر والمسافة البينية هنا وهنا واضحة وضوح الشمس عشان تطلع علي معلومة اشتركوا في الدايرة لا متوازيل unfinished يعني الفكرة لو أنا جايب الخط على استقامته يبقى ماش خلاص مش حد شيف تحبقه ولو أني أنا برضو في موضوع الخطوط ده هل اللاينزمان عنده وقت للشراب والجزمة والرباط الجزمة؟ طيب الكابتن جمال الغندور لعبة للأهل في لقاء ودي دجلة واحتسابها تسلل على الأهل نشوفها ونشوف خط البيرو ده كمان طيب شايفين برضو المساحة الخضرة هنشوفوا الصورة تانية هنشوفوا الصورة تانية عشان تشوفوا حضراتكم شايفين المساحة الحمرة شايفين میل الخط واضح ازاي؟ خط مايل شايفين الخط الأحمر موضح بس هو ده ده عشان يعني المهندس اللي عمل دي عشان يأكد التانية لكن هو خط مايل ملعب نفسه الفتح والغامر الخط مايل خالص بأينة من غير ما تتكلم ايو هاو الدايرة هي بينه هو مش النجيل مقصوص بص يا ابراهيم هو من النجيل مش مقصوص هاو بين فيه الغم والفتح تم تشوف الغم والفتح بينه خالص لما لاش دعب بالندم من قدام ولا من الآخر ولا وضع خط ميل بوضوح يعني بص السهم السهم هنا عام المسلس في الآخر المسلس السهم هنا الأحمر رأس المسلس ونص الغم بالزبط بص هناك وصل لفين ما بقولك رأس المسلس اه امشي مع خط القص النجيلة اه قص النجيلة الأبيض ده هتلاقيه عمل مسلس مش متوازن طيب الحقيقة الخط الأحمر هو اللي بقى ايه من النقطة دي كان يمشي كده متوازن اذا كان الغرض لخدمة فريق ضد الاهلي حاضر فده ما كانش موجود عند خبرات حكيم آخرين اتكلموا في الصحافة وتكلموا على ظاهرة اللعب في الخطوط اليوم السابع كتب فيها عاد العقل انه برنامج الاوتوكاد يؤكد صحة هدف الاهلي في دجلة وقال عاد العقل بالرجوع الى شريط المباراة وبمشاهدة الهدف تبين انه قرار المساعد شريف عبدالله صحيح عندما سمح باستمرار اللعب وذلك بعد الاستعانة ببرنامج الاوتوكاد اللي بيستخدم في الرسومات الهندسية الدقيقة والذي اكد ان مدافع ديكلة اللي انتوا شايفينه ها ده حاجة جميلة جدا 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 للمعمول ده ده البييرو وده الاوتوكاد شوف علي معلول فين بقى هنشوف كابت النصر عباس ونصر عباس حكم دولي سابق خبير تحكيمي محاضر في الاتحادين العربي والافريقي والاتحادين مصري وانت فاكر الكابت الزندور محتاج ان هو ما كلهم ناس ودشناوي دي ناس تقاين تقاين عاد العقل حكم سابق نصر عباس حكم دولي سابق ومحاضر اكد عاد نصر عباس لليوم السابع هدف الاهل صحيح في ديكلة اداء مميز للحكم استغلال عنصرية التحمل العام وعنصر السرعة بشكل ممتاز الرشاقة والمرونة في تغيير الاتجاه والوصول الى الاحداث بسلاسة ويسر اكد نصر عباس انه هدف الاهل في ديكلة صحيح مية في المية وانتقد ظاهرة اللعبة في الخطوط وانتقد انه اللعبة في الخطوط عن غرض واضح ده صريح تصريحه وقال انه قرار المساعد شريف عبدالله كان صحيحا مية في المية نتيجة التمركز الصحيح واليقظة والتركيز في الربط لحظ لمسة الكرة وقال انه موقف اللاعب المتسل كشف نصر عباس انه الخطوط الوهمية غير الصحيحة هي اللي اثارت كثير من المشاكل والجدر التحكيمي سواء كان ذلك للحكام المساعدين او الاندية والجمهور نتيجة عدم استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي من اهمها استخدام عدة زوايا للتصوير وقال نصر عباس لليوم السابع انه هذه زوايا التصوير تحتاج الى اكثر من كاميرا داخل الملعب ولعل اهم هذه الكاميرات الكاميرا اللي خلف الحكم المساعد هي اللي هتجيبه بالشكل الصريح والوضع وانتقد الكابت النصر عباس بوضوح اللعبة في الخطوط وعشان كده ولك الخط اللي ميل ولا الحال اللي ميل الضمير هو اللي ميل ماشي الحكام لجنة الحكام قالت ان احنا هنغلص العقوبات الفترة الجاية وبتشير اللجنة انها بتنسخ مع لجنة المسابقات في اعتراضات الاجهزة الفنية على الحكام وبتشير او انه ده زي ما قالت جريدة الوطن جاي على خلفية اعتراض الجهاز الفني للاهلي بقيادة كارتيرون على قرارات الحكام طريق مجد ايه ما يبقى الاهلي يبقى بالفكر نغلص وتشوف اللي بكاس والشد في اي حتة تانية السنة اللي فاتت كابتن حسام البدري وفي الاهلي بص كده بالبصة حتى الكابتن حسام قالك يا بالبصة دلوقتي بعديه على طول شوفنا اتعمل ايه في الكابتن ابراهيم نوردين نوردين اه واخد بالك من شد وجد ولا حد يفتح بقه لكن اهلي يبقى اول ما تيجي حالة للاهلي وانا ادعو ان يكون الاهلي ازكى من ان دي فرصة الحد لان التلكيك حيبتدي وانا لا ادعو اطلاقا للاعترض على التحكيم وخصوصا في الملعب وخصوصا لانه مش مجدي غير انك بتعمل حالة من الهه بو اسلوق غير رياضي كمان ان انت تعطر حالة بتعمل حالة من الفوضى ومش هتوصل لحاجة اللي عايز حاجة يروح على الاسكورشيت ويقول له من فضلك يثبت لي دي بس بس هيثبتي ولا ايه اذا كان الفار والتفويت كلامي دحق جدا